كمال لموضوع مهم جدا وهو خبر متعلق بحمزة علاء حمزة علاء الفترة الاخيرة احنا كنا استعرضنا خبر وكان معانا اكثر من زميل صحفي وكنا بنتكلم في جزئية دي ان فكرة ان حمزة علاء في اخر سنة في مفاوضات معالي التجديد ما فيش اي مشاكل خالص في التجديد ولكن الازمة ان فيه اندية للأسف وانا بقول للأسف وتحت كلمة لأسف حط تحتها ميت خط بتتخطى لوائح الاتحاد الدولي وبتتكلم مع لعيبة من النادي الاهلي في فترة الحماية عقد لاعب مازال مستمر ومتبق فيه على قل يعني لغاية نهاية المسلم حتى يناير لا يحق ليك انك تتناقش او تعرض او تتفاوض معه ولكن فيه كلام للأسف بيحصل مع لعيبة من قطاع الناشيين مع لعيبة من الفريل اول ولكن ثقة كبيرة جدا ان كل لعيبة الاهلي ما عنداش اي مشكلة وبإذن الله مستمرين الفترة اللي جاية سواء حمز علاء او حتى محمد رأفط كل لعيبة اللي كانت موجودة حتى في قطاع الناشيين مفيش اي ازمة عليها وبإذن الله ان شاء الله الفترة الجاية زمان تقولت لكم عندكم الشناوي عندكم مصطفى شبير عندكم حمز علاء فيه مصطفى مخلوف فيه ايات تامر تتكلم في خمس ست حراسمر من اول الفريستيم لغاية تحت ستاشر سنة في كافة فرق قطاع الناشيين طيب ده كان خبر تاني متعلق بحمز علاء